ولد مصطفى صفوان عام 1921 ونشأ في مصر خلال الانتداب البريطاني درس الفلسفة في الجامعة المصرية ثم التحليل النفسي على يد الدكتور مصطفى زيور غادر مصطفى صفوان إلى فرنسا في يناير عام 1946 وفي ربيع هذا العام بدأ تحليلا شخصيا سرعان ما تحوله على مدار الأيام إلى تحليل تعليمي على يدي عالم النفس الشهير جاك لاكان وأصبح من كبار مريديه وتلميذته شهد صفوان كل الانشققات التي اخترقت حركة التحليل النفسي في فرنسا بما في ذلك حل المدرسة الفرويدية وهو من الأعضاء المؤسسين للجمعية التأسيسية للتحليل النفسي عام 1983 ومن ثم المؤسسة الأوروبية للتحليل النفسي وعضو شرفي لعدة جمعيات تحليل النفسية من أبرز مؤلفاته لماذا العرب ليسوا أحرارا؟ ومن مؤلفاته أيضا دراسات في الأوديب عام 1994 الكلام أو الموت عام 1999 عشر محاضرات في التحليل النفسي عام 2001 وغيرها من الكتب الهمة